أحزة صغيرة يعني طبعاً أنا عارف أنه المطشاطة اللي بيبقى فيها يعني منافسة أو حساسية أو إلى آخر وبنلجأ لفكرة التحكيم الأجنبي لكن هو التحكيم الأجنبي مش هدف حد ذاته يعني مش أي حكم أجنبي يبقى حل لنا المشكلة لأنه بتهالي مبارح أنه الحكم أنا عارف أن الأهل كرة لا مبارحنا مكناش مكناش يومنا مكناش في أحسن حالتنا ملعبناش كرتنا ومبارح بيرمت استفوق في الملعب طول التسعين دي لكن أنا بتهالي كمان أنه الحكام الأجنب لما نلجأ ليهم كحل أنا بتهالي أن الحكم برح ساهم بشكل ملاشكال ومش تبرير ومش شمع يعني الكرة بتاعة أحمد توفيق الانتحام التاني بعد ما خد الإنذار الأولاني كان فيه التحام عنيف جداً كان يستدعي من وجهة نظري متعضعة وأعتقد نلجأ في ده الخبر التحكيم كان يستدعي أو كان فيه ممكن حكام يلجأوا للطرد المباشر لكن على الأقل تأدير خلينا نقوله كان يستحق فيها إنذار تاني ويمكن ده كان سبب تغييرة أحمد توفيق وعمر جابر لأنه خافوا عليه من الانذار التاني لكن هو الحقيقة في الالتحام ده لأنه فيه التحام تاني بعده لقاله يدزانج خد فيه إنذار كان أقل بكتير جداً وأبسط بكتير جداً من التحام أحمد توفيق مع حمدي فتحي فمهم جداً كمان فكرة أنه نجيب حكام أجانب نجيب حكام أجانب على أعلى مستوى ترجمة نانسي قنقر